أهلا بكم مشاهدين التلرام في فقرتنا الأخيرة الفقرة للبناء شخصيا بنتظرها يعني كلما تحل وانتم تنتظروا أكيد معنا حوارنا في رأي تاني مع أستاذنا الجليل أستاذي أنا شخصيا الدكتور علي الدين هلال مفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا إحنا كنا هنا الأسبوع اللي فات نعم وأسبوع يبدو في التفاعلات الحاصلة في العالم كتير مش قليل جدا يحسب بالساعة إيه اللي تغير الجمعة اللي فاتت للجمعة دي في المشهد النظامي الدولي وفي الصراع النزاش باختصار واحد مجموعة عقوبات اقتصادية واجتماعية واتصالية لم يصبق لها مثيل في التاريخ وبلغت آماد غير معقولة يعني جوزء منها العقوبة اللي عملتها متافيرس فيسبوك والإستجرام على روسيا واللي سمحت فيها خلاف اللي قواعدها الناس تكتب تقول الموت للروس الموت للغزاة عادة نبيتشا أغرب من هذا أساس دي من يومين الأركسترا بتاعت ويلز اللي هي مقاطعة بريطانية شالت من برنامجها عسف موسيقي لتشايكوفسكي أحد أعظم مؤلفين المؤلفين مؤلف بحيرة الباجع وكسرت البندق فانت دخلت إغلاق كل المتاجر الغربية اللي موجودة خروج فأدي أول معلم اتنين فلا بيوري حجم غضب الغرب على روسيا والرغبة في إلحاق أكبر قدر من الأزا مش بس بالحكومة الروسية وبالمجتمع الروسي تمام اتنين إنه في الوقت اللي أوكرانيا ورئيسها بيحاول يورش الغرب في المعركة وهي معركة محسومة ضد أوكرانيا ويعلم إنه تسبب برعنته وبعدم تقديره السليم للأمور في الوصول بالمواجهة إلى هذه النقطة روسيا ما خبتش من 3 شهر بتقول الكلام ده غير مقبول الكلام ده غير مقبول والسخدم وتعبير ده يمثل تهديد وجودي صحيح هو وبتشجيع من الدولة الغربية لم يتصوروا إن الرئيس بوتين حيجرؤ على اتخاذ هذا القرار قرار الحرب في الوقت اللي هو النهاردة بيسعى إلى طوريت الغرب وحلف الأطلنطي وأمريكا مرة يقول بعطولي تيارات مرة يقول اعلني اعلنوا سماء أوكرانيا منطقة محظورة الطيران والاتنين معناهم دخول الأطلنطي على الحرب ضد روسيا في الوقت اللي الأطلنطي قال صراحة نحن لسنا طرفا في النزاع ونحن لن ندخل في هذه الحرب فالمعلم التاني استمرار المعركة الجيش الروسي بيتحرك ببط لكن بثقة ونوع عنده خطة اللي اقتربنا المدن حصار المدن وقف أي سواء مؤن غزائية أو مساعدات عسكرية ويخليها تستسلم نفهمين عظيم لما بيتزنق بيضرب يعني قصف جوي شديد وعلى الطرف بقى حرب إعلامية يقول لك كذا واحد مات من هنا وكذا واحد مات من هنا لا يستطيع أي باحث يعني موضوعي يتكلم على وجه التحديد إنما روسيا تصرفاتها ما فيش فيها يعني عجلة أو تصرع عندهم خطة بينفزوها عظيم المعلم التالت تزايد التحركات الدبلوماسية مش عارف رئيس الوزراء الإسرائيلي عمل إيه الأتراك وعمل مفاوضات في أنطاليا مباحثات انتهت بالفشل مكرو وشولتس على اتصال دائم ببوتين مما يعني أن أوروبا لسه فتحة قنوات للحوار مع روسيا المفاوضات الأوكرانية الروسية واللي بوتين النهاردة بيقول هناك تقدم في المفاوضات مع أوكرانيا صحيح يمكن دول أهم ثلاث معالم في في السكة بتطلع بقى حاجات غريبة جدا يعني المهاردة مفروض اجتمع مجلس الأمن عشان يبحث موضوع الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا أن الروسي اكتشفوا معامل قرب الحدود بتعمل بحوث بيولوجية واستخدام الخفافيش كطيور لنقل الأمراض البيولوجية لنقل الأختار واتضح بتمويل من البنتاجون وروسيا بتعرض هذا الأمن على مجلس الأمن ومجلس الأمن حيث من شوية الأمم المتحدة نفسها عبرت قالت أنها سنعت عن تأرير عن ده ما أكدتش لكن ما نفتش طيب دي تغيرات التلاثة الكبيرة أنا أفكر لأستاذ المشاهدين بحوارنا الأسبوع اللي فات حوارنا الأسبوع اللي فات أستاذ الدكتور علي تكلم معنا عن نظام الدولي وفرقنا بين أمرين النظام الدولي من حيث المؤسسات المؤسسة الرئيسية الوحيدة الآن هي الأمم المتحدة بمنظماتها ووكالاتها وكذا وإنه جوه النظام الدولي ده اللي نشأ بعد الحرب العالمية التانية هذا الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن بيتشكيله القائم لن يهتز لكن حسب طبيعة النظام الدولي منذ الحرب العالمية التانية هناك تفاعلات للنظام جوه الشكل ده بتحصل حاجات نبقى مرة قطبية سنائية مرة قطبية أحادية نبقى متعدد فإحنا نهاردة دكتور عايزين في ظل الأزمة دي وحدك وخاصين يمكن المرة اللي فات إنه الشكل للنظام الدولي الشكل ما بيتغيرش غير بحرب العالمية عظمة الأمم نشأت بعد حرب العالمية سنة انتقالة 14-18 الأمم المتحدة نشأت بحرب العالمية تانية سنة 45 وبالتالي النظام الدولي نشوف تغييرات جواها حد يخرج بمجلس الأمن وحد يدخل لكن اكتفى على الأطبع شكل مبمون نظام الدولي والصين بتدخل تدريجيا نهاردة منذوب الصين كان برضو موقفه قوي في الجلسة مجلس الأمن من شوية إحنا دخلين على أي شكل للنظام الدولي السياسي قبل ما أدخل لمبمون للنظام الدولي التجاري والاقتصادي لأنه واضحنا فيه تغيير عن ناحية يعني يجوز بعض اللي هقوله يبدو غريب أنك تطلب مني مستقبل طبعا المستقبل حتى المستقبل معنا ستو شهر تمام صحيح حيتوقف كيف تنتهي الحرب سيناريو واحد كيف كيف تنتهي الحرب فدلوقتي روسيا بتقول إيه لن تتوقف الحرب قبل أن تحقق روسيا أهدافها سلما أو حرب تمام يعني روسيا بتقول دقتي يا قاتل يا مأتول بقى أهدافها دي عشان أفكر بها أهدافها دي وهي غيرت بنها تمام يعني فيه تنازلات أول حاجة ضرب البنية العسكرية الأوكرانية تم خلاص تمام اتنين إعلان أوكرانيا دولة حيادية منزوعة السلاح عزيم تبقى زي السويسرا زي السويد ثلاثة ويبقى الحاجة اللي حيبقى فيها كلام في حاجة تخلوا عنها خلاص روسيا كارثية بتقول تغيير نظام الحكم في كيف في آخر إعوانات مبارح أو مبارح لا ما بيقول ليس لدينا هدف تغيير نظام الحكم في في أوكرانيا من عشرة يام كانوا كان لهم مطلب أن أوكرانيا تعترف بأن شبك جديد القرن جزء من روسيا وأنها تعترف بأن شرق أوكرانيا المحافظتين دول يبقوا استخلالهم استخلالهم آدي المطالب الروسية والنيتو طبعا إعلان حياد إعلان نزع سلاح وإعلان حياد طبعا معناها عدم انضمامها إلى حلف عسكرية حلف أطلنطي تمام أو أي حلف عسكرية تمام ممكن يبقى فيه بعض حاجات محل أخد وعطه إنما فيه أهداف رئيسية يعني فكرة عدم دخول حلف أطلنطي أو الإتحاد الأوروبي ممكن تتعاون معهم لكن دون أن تصبح جزءا أو عضلا فيهم لا هي ولا جورجيا ده الأساس عدم توسع حلف أطلنطي أساس الباقي ممكن تعمل صياغات قانونية يعني له عظيم يعني فيه تقديري أنا وتقدير عدم الباحثين أن أن الروسيا لن تتوقف قبل أن تحقق أهدافها إذا تحققت إذا نسبة مئة في المئة مئة في المئة حيبقى شكل النظام الدولي إيه بقى في حينها قولة واحدة أولا تعدد الأقطاب يعني 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 عودة إلى النظام ساعة 45 قبل الانحرافات التي أدخلتها أمريكا على النظام بعد 1-10 يعني أنه الاتحاد السوفيتي مش بس مع الفيتو لكن هيبقى قوة كبيرة قادرة على الحرب وعلى تغيير الأوضاع على الأرض بالقوة وأن تفرد إرادتها حتعني يعني الصين حتقترب أكتر من روسيا يعني في الأول شوف شوف أستاذ دي ومش عايزين نتكسف من الكلام ده لا طبعا أنا كمصري لو بحلل ده في ذهني مصلحة مصر طبعا ومحدش يقول لي لمبادئ طبعا لا بأس من اللي حتقول في الكلام ده لكن في النهاية كل واحد بيفصل المبادئ أو بيفصل قانون الدولي العام بما يتفق مع مصرح مصرح بلاته ولم يشوفوا الصينيين عملوا إيه الصينيين في البداية يعني لا ما عملوش حماس كبير أول للروس إنما في نفس الوقت ما تخلوش عنها تمام قالوا لن نشارك فيه عقوبات أحادي لن نشارك فيه عقوبات أحادي آه زي ما تقولت موقفهم النهاردة فيه آه موقف قوي آه ده حيدي فرصة أكبر للصين يعني إنشغال أمريكا والغرب آه بالجبهة الأوروبية آه آه الضغط اللي كان على الصين خفت شوي آه فإذا الصين دورها آه بيكبر آه الصين الأسبوع ده فيه آه اجتماع البرلمان آه السنوي اللي هو بينتخذ فيه آه 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 أو بينائش فيه آه مرشحين للقاست الجمهورية وبعدها أسبوع دوري الصين بتستكمل مسيرتها آه الاختصادية والسياسية الحاجة التالتة آه 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 أمريكا طبعا ما زالت هي أكبر اقتصاد آه أكبر قوة عسكرية آه نعم نعم هي قوة متراجعة آه واللي حصل دوت يعني لما نتأمل فيه فيه معنى هزيمة أمريكية رغم أن اللي يبدو والإعلام مصور لنا غير كده آه أولا أن أمريكا لعبت دورا أساسيا في تشجيع أوكرانيا على مخفل خديثه آه تتسلاح من أيام أوباما آه وإنف ترامب ودلوقتي إذا عش بيتكلم على الحاجة النهاردة يعني وإن أعطي صحيح محد نشألها حندخلك حلف الأطلنطي إنما وكأنك ومتصرفوا معها وما زالوا بتصرفوا معها النهاردة وكأنها عضوا في حلف الأطلنطي ما عدا أنها مش هنحارب صحيح آه آه يعني أمريكا بتحارب في أوكرانيا إلى آخر جندي أوكرانيا أوكرانيا طيب يعني إذن وإذا استطاع الاختصاد الروسي الصمود هتبقى حجم الهزيمة أو حجم لو سألنا مش هادين كاللات عطفية عدم قدرة عدم قدرة أمريكا على طريق عدف أمريكا بتراهن على إن الاقتصاد الروسي حينهار أو بتراهن وللغرابة إنه ممكن يحدث انقلاب قصر في داخل روسيا ويزح لكن يسموها إيه حضرتك في الأعلام حرب بوتين مش حرب الروسي مش حرب الروسي يعتبر النادي حرب يقوم بها بوتين ولا تعبر عن إجمال الرأي العام أو حتى عن القيادة الروسية طيب لو حصل حضرتك إنه ده السيناريو الأول وهو الانتصار أو تحقيق روسيا لكل أهداف لو تحقيق الأهداف دي بنسبة 70 إلى 60% حتظل نفس النتيجة تعالى نظام الدولي لأنه حيبقى يظل إنه تم تحييد يعني هو أهم حاجتين تحييد أوكرانيا منع حلف الأطلنطي والاحتفاظ بي الجمهورتين المستقلاتين عظيم طيب هل في المشهد ده هاخد المشهد العكسي السيناريو التاني السيناريو المضادة يعني هل في فرصة أو في أي إمكانية إنه روسيا أولاً تفشل في تحقيق هذه الأهداف وترتد داخلياً لمشاكل وأزمات أنا بقول السيناريو اللي بتقوله بعض يعني تعالى نفكر هل ده وارد أصلاً عشان شفت النهاريو التالي حولي لحضرك حاجة منحة النظرية وارد إنما من الناحية العملية تبتكلم على قوة عسكرية ضخمة تمتلك السلاح النووي عايزين نشوف في التاريخ لما قوة عسكرية بتزنؤها بتحشرها علي وعلى أعداء يارب شوف أمريكا عملت إيه في 62 في خليج الخنزير شوف أمريكا عملت إيه ست 45 في اليابان في اليابان قنبلتين وياتين ودك مدن يابانية بأكمالها من غير القنبلة الزرية مصبوط قبلها السؤال هنا آه مكسوح كنت تحشر واخد بالك كثير من إحنا بنشوفه دوت هو كلام يبدو مبهر إنما انت بنفش يعني يقولك إيه مثلا النهارده المؤتمر القمة التحليل الأوروبي هنعمل طرق لإنهاء الاعتماد الأوروبي على النفط والغاز الروسي كلام كويس إزاي وإمتى وبكام يعني أنت حتاع حتجيب مصادر أخرى للنفط والغاز هتجيبها من إيه حيقولك السعودية يعني الخليج وحنشوف مصر وجزائر وكذا وكذا لو عندهم بقية غاز ما رتبطوش به اتنين العادة إنه البلد دي متعقدة على اتنين هل أنت حتعني تزود الكمية اللي موجودة في الأسواق ما فيه أوبيك بلس والسعودية والخليج ومتفقين مع الروسيا على حد أخصى للإنتاج لا يتم تجاوزه عشان تتكلم بقى على المبادئ واش مبادئ يا أستاذ دياء إن أمريكا بجالة شأنها يعني حاملة راية الحقوق الإنسان والقانون بتروح لفنزويلة صحيح العدو العدو الأمس واللي قالت على مدورة دوت وسعت للانقلاب عليه وشجعت المعارضة عليه وعملت عليه عقوبات النهاردة بتتكلم على إمكانية إنها تشتري منه بتروح وبالتالي الكلام النظري إنما السؤال روسيا حتتصرف إزاي لو أنت حشرتها لو أنت حشرتها بالمعنى اللي حدتك قولت إن هو تضطر تسحب قوتها وطلع الجراحة وتخش في الشيخ الداخلية تصرف الدول الكبرى على مدى التاريخ لا مش هتسمح الدول الكبرى لأنفسها لنفسها إنها تعمل هذا الشيء حرج على السنانية الأول اللي هو إنه تحقيق جزء كبير جزء بمعنى أغلب أو كل المطالب الروسية كل أغلب هذا وده فيه ظني الأرجح ليخدس عظيم وبالتالي النظام الدولي مضمون بقى حيتغير من قطبية أحدية أو شبه أحدية إلى تعدد الأقطاب فعل الأقطاب طيب الأقطاب المتحددة دي عندنا أكيد الولايات المتحدة ستظل قطباً بفترة بأسباب كثيرة اقتصادية وسلسية وعسكرية وعندنا بقى الباقي المفروض إنه روسيا الصين أوروبا هل يبقى لروسيا إنها عسكرية قطب منفرد ولا متحالف مع الصين شو بص خاصة في ظل تغير دروقتي في أشكال كمان منظمات التجارة والمنظمات المالية والموظم المالية أرجح مستقل مستقل لأن أنا أشرت المرة فات إنه في خلافات في التفاصيل بين الصين والروس صحيح لا الصين عايزة ولا الروسيا عايزة إنما عايزين ينموا المصالح المشاركة بينهما ثم الصين وحافظوا وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية روسيا الصين ثم والإتحاد الأوروبي لأ إتحاد الأوروبي إتحاد الأوروبي راقم حيخرج من الدرس ده بدور عدد تسليح أولا ألمانيا وبتالي شونس قال 100 مليار يورو في السنوات القادمة عشان ضخ كميات هائلة في الصناعات العسكرية وأعتقد ده مش هتوقف أن ألمانيا إن بقية الدول الأوروبية هتستثمر أكبر في سلاح واللي حصل لأوكرانيا هم حيستخلصوا الدرس طبعا إنه لابد كل دولة يبقى عندها حد أدنى من القدرة الزاتية للدفاع الدفسها بغض النظر عن الارتواطات الخارجية أو الالتزامات الخارجية الربط في السؤال القبل الأخير هذا النظام الدولي المتعدد الأقطاب إحنا ذكرنا أربعة على الأقل يعني أو الأبع الرئيسيين مضمون التفاعلات من أقطاب وحيبه إيه؟ صراعي؟ تعاوني؟ احتكاكي؟ شو؟ يعني زالي؟ يعني حيبه شكل إيه؟ توقعات حضرتك طبعاً هتظل أمريكا والتحاد الأوروبي قاربين من بعضهم وحتظل روسيا والصين قاربين من بعضهم كمان بتالي يتكلم على أربعة لكن في كثير من الحياة بقوا اتنين ده ضد ده هتظل الصين وروسيا بيكلموا على نظام دولي جديد وعلى علاقات اقتصادية وسياسية أكتر المساواة إذا حدث ده صوت إفريقيا وآسيا حيعلها ده السؤال كان الأخير خلاص نجاوب عليه من راح ده الدول وفي المشوف مواقف الدول الإفريقية يعني عدد كبير منها متفاهم جداً للمواقف الروسي مش بس في إعلامها وفي صراحتها السياسية وكذلك أسيا وكذلك أسيا وبالتالي الصراع ده جزء منه إنه وره آه صحيحها 141 دولة صوتت صالح القرار إنما جزء كبير منها لا يعبر عن حقيقة مواقفها إنما هو نتيجة لضغوط أمريكية شديدة مورشة عليها وده يبان ساعات في إعلام هذه الدول أو في تصريحات قادرتها أو في شوف إحنا عدنا في لحظة مهانة يا سيزياء ليه دالس 1054 الحرب الباردة من ليس معي فهو ضدي جون فوستر دالس وزي خارجية وقت متعلم ما ليس إذا ما أيتنيش علناً في التصويت أنت ضدي وإن نتكلم بقى على ظروفه وكذا فيما بعد يعني إذن حضرتك وده أنا برجع بالجملة التي قلتها من شوية إنه السياسة الخارجية هي تعبير عن مصالح الدولة وشوية مبادئ فوقها يعني مش أكتر من كده إذا أنت استطعت تبرر يعني أنا حدي أبو الإيديولوجية الاتحاد السوفيتي ستعال 1939 ذهب ووقع معاهدة ستالين معاهدة مع هتلر اللي هو النازية اللي هو العدو الرئيسي للشيوعية تمام ومعاهدة عدم اعتداء مشتر وفي نفس الوقت والغرابة تشامبرلين رئيس الزراء بريطانيا راح ومضى معاهدة مع هتلر مع هتلر مع هتلر مصبوط وقال ورجع في كده في مطار لندن ولوح كده معاهدة من الطيارة نزل من الطيارة بيلوح ده بعدها بسنتين هتلر ألب على ده ألب على ده وحارب ده وحارب ده إلى آخر يعني حضرك أنا ما عنديش مش ضد المبادئ مش يعني مصلحة بلدي بقى فسر المبادئ وفخلحها عظيم ولما حضرك شوف كده شوف الهنود بيقولوا إيه شوف البرازيلين بيقولوا وحنا يعني كمصرين أو كعرب وبالتالي النظام الأرجح أنه النظام الدولي الذي يهلج الآن مضمونه وهو خطبية متعددة وإنه ده من مصلحة بلادنا بلادنا هنا بالجمع الإفريقية والأسيوية والعالم التالت دي الخلاصة عيدوا الحاجة بقى فضل دي أنا أرجو حضرتك أنا استماعت إلى جزء من اللي حضرتك كنت بتقوله قبل الفقرة دي أنا أرجو أن أنا لقول يعني لقول للناس يعني الكلام في الموضوعات اللي حيث من الكلام العادية مش فانتازية ومش كلام مثقف ومش محاضرة جامعة والعادين في فصل إبراسي كل الكلام على الأسعار كل الفقرة بتاعتك عن هذا الموضوع نتيجة لوضع دولي يعني إحنا زي أواني مستطرقة اللي بيحصل في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا وفي الصين بيصر علينا إنخيرا أحيانا وإنشرنا أحيانا وجزء كبير من المشاكل أغلبية المصريين النهاردة بيقابلوها جزء كبير منها نتيجة التغيرات في الوضع الاقتصادي والعلاقات التجارية والعقوبات الاقتصادية الموجودة احنا رحقناك كالعادة أستاذي الدكتور عليه لكن مش هنستغنى هنفضل نكمل مع حضرتك نفهم مع بعض إيه اللي بيحصل وده الحقيقة يعني شيء حضرتك يعني بتمتعنا به شكورك شكور جزيلا أستاذي شكور حضرتك علي الدين الهلال المفكر السياسي وأستاذي العم السياسي على هذا التشريف لينا شرفنا بيك شهدنا الكرام انتهت حلقة الجمعة إن شاء الله نلتخي بيكم الخميس القادم ويا رب يكون أسبوع يعدي على خير شكور الله نتخي بيكم